لم يكن العالم في السابق يحتفل بقدوم عام جديد كما يفعل اليوم ربما باستثناء الصين بل على العكس فقد شهدت البشرية حقبة من التاريخ كان دخول السنة الجديدة فيها يثير الخوف والهلع في النفوس لكن الأمور بدأت تأخذ منحا جديدا خلال العقود الماضية فانتشرت في أوروبا وأمريكا ظاهرة احتفالات رسمية ضخمة وفسرها بعض العلماء الاجتماع بكونها تعبيرا عن الرفاهية التي بدأ العالم يعيشها بعد الحرب العالمية الثانية ثم بدأت الظاهرة بالتغلغ لاحقا في بنية المجتمع العربي والسؤال المطروح هل يتغير بالفعل أي شيء بمجرد الانتقال من سنة إلى أخرى احتفالات رأس السنة مدلولات ثقافية وتقوص اجتماعية موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربية ونستضيف فيه من عمان أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية حسين الخزاعي ومعنا من القاهرة أستاذة علم الاجتماع في جامعة المنوفية ثورية عبد الجواد بإمكانكم أيضا المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك مرحبا بالضيفين كل عام وأنتم بخير أبدأ معك دكتورة ثورية في القاهرة مساء الخير بالأمس كنا في 2012 اليوم نحن في 2013 ما الذي تغير لماذا كل هذه الضجة حول رأس السنة هل هي بالفعل بدعة دخيلة على مجتمعاتنا كما يقول البعض أم أن من حق من يريد أن يحتفل أن يحتفل ومن لا يريد أن يحتفل فليبقى في بيته ما رأيك؟ الحقيقة أولا أنا أبدأ كلامي بالتحية للعالم كله مسلمين ومسيحيين فالسنة الجديدة ليست قاصرة على العالم الغربي أعتقد وأنه تقص الاحتفال في العالم العربي وفي الدول الإسلامية الحقيقة من زمان وزي ما حضرتك قلت من بعد الحرب العالمية التانية ويمكن الحقيقة التزايد الآن أو الإحساس بهذه الاحتفالات بسبب تقدم وسائل الاتصال الحديثة وبسبب ما أفرزته العولمة من تقريب للأحداث بشكل كبير جدا ولكن الحقيقة إذا كنا بنقول أنها هل أصبحت عادة ضمن عادات الدول العربية أو ضمن العالم الإسلامي أعتقد أنه من زمان ويمكن بالنسبة لمصر تحديدا وأنا حينما أتحدث عن مصر فأتحدث عن تجربة فنحن في مصر الحقيقة دائما ومن زمان قوي أن نحتفل برأس السنة وأعتقد أن لدينا بعض المدن المصرية بتحتفل احتفالات خاصة يعني لدينا بعض المدن في مصر بتحتفل احتفالات خاصة بتعبر عن مواقف تاريخية مرت بها هذه المدن على سبيل المثال مدينة بورسعيد والتي تحتفل احتفال بينزل الناس في الشوارع وبيحرقوا دمية للنبي اللي كان هو ممثل الاستعمار الإنجليزي في مصر وبالتالي أعتقد أن شعور العالم والاهتمام الآن هو نتاج لما حدث من تقدم في وسائل الاتصال فالآن أي حدث في أي مكان في العالم في أصغر مكان في العالم بينتقل في اللحظة وفي التوى وبالتالي هذا الشعور بالانتشار وهذا الشعور بأهمية حدث ليلة السنة أعتقد أنه السبب فيه هو ما يتعلق بوسائل الاتصال الحديثة وما أفرزته حقبة العالمة بشكل عام دكتور حسين في عمان بداية كل عام وأنت بخير مرحبا بك ما رأيك هل هي بدع يعني نحن نقلد فيها ربما مناطق أخرى من العالم أم أنها كما قالت الدكتورة الثرية يعني عدات تدخل على المجتمعات بسبب تطور وسائل الاتصال كغيرها من العدات التي دخلت على مجتمعاتنا يعني عندما نحتفل في البيت بعيد ميلاد شخص معين ما هذه أيضا بدعة من البدعة ما رأيك في ذلك؟ يا سيدي بداية نسمح لي أيضا أنا أقدم كل التهنئة والتبريك إلى كافة شعوب العالم أينما تواجدوا بمناسبة قدوم سنة جديدة وعادة أخي الكريم هذه الاحتفالية اسمح لي أقول أنها احتفالية اجتماعية بامتياز لأن كل شعوب العالم تقف في هذا اليوم وتحتفل بمعنى آخر أن الروح الاجتماعية التي تسود العالم الآن كلها موجهة نحو وداع سنة بكل ما تحمل أفراد هذا المجتمع العالمي خلال هذه السنة إلى استقبال سنة جديدة فالاتفاق الآن أخي الكريم بأنها مناسبة اجتماعية عالمية كل العالم الآن يتشارك في الاحتفال في هذه المناسبة الآن قضية أنه هي بدعة هي استنساخ هي تقليد لما يجري في الغرب اسمح لي أقول لك أنها هي أولا نوع من أنواع العولمة الثقافية الآن التكنولوجيا والعولمة من خلال أدواتها التي تمارسها في تعرف كافة أرجاء الشعوب على بعضهم البعض أدت إلى تواصلهم وإلى الاحتفال في هذه المناسبة في هذا اليوم بالذات كل شعب على طريقته وكل دولة على طريقته ولكن أخي الكريم هناك تشابه بين كل دول العالم ببعض الممارسات أو بعض الاحتفالات مثل على سبيل المثال كما عرضتم قبل قليل إطلاق الألعاب النارية مثلا والمهرجانات والأفراح واختيار العواصم عندما نشاهد بأن هذه الاحتفالات تنطلق من العواصم ويجتمع حولها كل أفراد المجتمع أو الضيوف على أفراد المجتمع هذا سبب السبب الأخير أخي الكريم واسمح لي أقول لك أنه سبب الآن انتقال أو سبب انتقال هذه الاحتفالات إلى شعوب العالم العربي تحديدا من الغرب لعدة أسباب السبب الأول مثل ما قلت لك توفر وسائل الاتصال والاطلاع على هذه الثقافات الموجودة بالعالم وتقبلها لو لم يتقبلوها الأمة العربية لو لم تتقبل هذه المناسبات لم احتفلت بها هذه قضية قضية الثانية أن الناس الآن أخي الكريم تحاول أن تبتعد عن الويلات وتحاول أن تبتعد عن الألم والحزن والكبت ومصاحب من خلال عام كامل من ألام ومن مشكلات اجتماعية ومن فقدان إلى أعزاء ومن مصائب قد تكون حلة تهم خلال هذا العام إلى التعلق بما هو جديد الآن هي البداية خلينا نقول يتعلقون بسنة جديدة قد تختلف في مناسباتها عن السنة التي مضت أو تحقيق طموحات لم تتحقق في السنة التي مضت دكتور أثرية ما رأيك هل هي بالفعل الاحتفالية اجتماعية بامتياز كما قال الدكتور حسين أم أن لها مدلولات أخرى وربما من هنا تأتي معارضة البعض على المشاركة وجعلها جزء من الثقافة العربية البعض يقول لماذا لا نحتفل برأس السنة الهجرية على سبيل المثال بدل من أن نحتفل برأس السنة الميلادية هل هي بالفعل مفهوم اجتماعي أم أن هناك ربما زوايا أخرى يتجاهلها البعض لا أنا طبعا أؤيد الحقيقة الزميل اللي قال أنها احتفالية اجتماعية بامتياز والحقيقة الدعاوي اللي نسمعها الآن من أنها بدعة أعتقد أن هذا الكلام غير مقبول الآن لأن إحنا الآن أصبحنا يعني في عهد السماوات المفتوحة وأن المواطنين بشكل عام كما نقول بيحاولوا أن هما بينهوا سنة قديمة وبيتطلعوا لسنة جديدة وأنا عايزة أقول أن العالم كله بغض النظر عن أن عالم إسلامي أو عالم غربي العالم كله بيحتبفل بقدوم عام جديد باعتبار أن ما انتهى من العام الماضي بمآسيه وآلامه قد يكون لحظة وقد يكون هناك أمل في العام الجديد الحقيقة السؤال الذي يتردد دعنا نتحدث بصراحة وبوضوح السؤال الذي يتحدد والذي يعتبر هذه الأعياد هي بضعة والذين يطرحون الآن لماذا لا نحتفل بالعام الهجري أعتقد أن العام الهجري هو عام مرتبط بمجموعة قطاع معين من السكان في العالم وهو القطاع الإسلامي ونحن نعلم أن هناك في بعض الطيارات الإسلامية التي ترى أنه لا يوجد أي أعياد للمسلمين وفي عقر دار الدول الإسلامية ذاتها أنه لا يوجد احتفال على سبيل المثال البعض يعتبر في مصر على سبيل المثال أنها تحتفل بالمولد النبوي فهي بدعة وأنه لا يوجد أي أعياد معترف بها لدى بعض الدول الإسلامية سوى العيد الكبير والعيد الصغير حتى بعض العيد الصغير مشكوك في أن الاحتفال به واجب ديني أو ما إلى ذلك وبالتالي الحقيقة هذه المسألة يعني الناس هي العالم الإسلامي يضع دائما محاذير أمام حركة الناس حتى لو كانت حركة اجتماعية تعبر عن تضامن وتعبر عن حميمية في العلاقات وتعبر عن حالة من حالات الانسجام الاجتماعي وحالة من التوافق ونأتي نحن بعبارات وبأقاويل وبأسانيد تهدم هذه البنية في العلاقات التي تبرز العالم كل وكأنه متوحد حول هدف واحد أو حول مناسبة واحدة يكتمع فيها الناس يتأملون ما هو الآتي في ظل ما كان حادثا في العام ممكن الواحد يتأمل ما هو الآتي دكتورة في بيته يعني مش بالضرورة يخرج وينفق كل هذه الأموال البعض يقول أن هذه مضيعة للموارد مضيعة للمال مضيعة للوقت مضيعة لجهد الناس بالإمكان انفاق هذه الأموال في مجالات أخرى خاصة في الأوقات والظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها يعني أنا الحقيقة لست مع هذا الرأي إطلاقا لسبب بسيط أننا نضيع مواردنا في أشياء كثيرة جدا وأننا نستنزف تقاطنا في أمور كثيرة جدا وأننا نهدر إمكانياتنا كثيرا وأننا شعوب مستهلكة وأننا لسنا شعوب منتجة ومع ذلك لا نستطيع أن ندين هذه السلوكيات وإنما ندين بعض السلوكيات التي قد تقترب من بعض آراء لطيارات إسلامية ترى أن القوقعة وأن العالم الإسلامي له تقوسه وأنه لا يجب أن يكون هناك انفتاحا على العالم الغربي باعتبار أن المشاركة في احتفال رأس السنة هو نوع من التغريب أو نوع من محاكاة الغرب الكافر الملحد دعني أقول لحضرتك أننا إذا كنا نتباك على الاستهلاك وإذا كنا نتباك على أنماط الإصراف التي تحيط بنا من كل جانب فلا يجب أن ننظر إلى الاحتفال في مناسبة اجتماعية قد تكون مخرجا للتعبير عن حالة فرح أو بهجة لدى بعض الفئات الاجتماعية ولدى بعض الناس وننظر إلى الحقيقة إلى ما هو أعمق في عملية الاستهلاك وننظر إلى ما هو أعمق في عملية التبذير وإهدار الموارد دعني أنتقل بهذه النقطة دكتورة كوريا إذا سمحتي للدكتور حسين قبل الفاصل لدينا وقت قليل قبل الفاصل ما رأيك دكتور حسين يعني البعض يرى في هذه الاحتفالية يعني أكبر مظاهر أنماط الاستهلاك ربما في الكون عندما تخرج إلى أي مطعم أو مرفق سياحي ترى الأسعار وقد تضاعفت برات عديدة أسعار كنت أقرأ اليوم في بيروت على سبيل المثال تصل إلى ألف وخمسمائة دولار في الليلة على احتفال لمغني أو مغنية أسعار الفنادق تتضاعف أسعار المطائم تتضاعف وسائل الترفيه كل المرافق الساحية تذاكر الطائرات يعني هل بالفعل هذا الشيء يبرر كل هذه الأمور هل نحن نزيد من الأنماط الاستهلاكية من خلال يعني الاحتفال بمثل هذه المناسبات بالتأكيد أخي الكريم يعني إحنا اللي من لاحظه الآن إنها تزيد والدليل على ذلك إن هذا الأسبوع ما قبل ليلة رأس السنة تكون كل شركات الطيران السياحة الفنادق الدول تكون مشغولة بالتحضير إلى هذا اليوم يعني كل واحد يحب أن يستغل هذا اليوم بالطريقة التي يراها مناسبة التاجر المغني المطرب الفرقة الموسيقية حتى الحكومات نفسها الحكومات بتمنح هذا اليوم عطلة للموظفين فيتمنحهم بالفرصة أن يحتفلوا هنا القضية أخي الكريم أما القضية الثانية اسمح لي أنا بدي أوقف عند نقطة إنه إحنا لا يجوز أنه أنباء أن نبالغ في الشراء أن نبالغ في التبدير أن نبالغ في الإسراف على الإنفاق في هذا اليوم هذا ليس مطلوب مننا أخي الكريم وإذا كان هناك فئة تقوم بالتبدير بالصهر بالفنادق بالذهاب إلى الأماكن بالإنفاق فهذا هؤلاء لا يمثلون كل الشعوب أنت شفت في دول العالم أخي الكريم يقفوا في الساحات العامة إلى الساحات العامة ويستقبلون العام الجديد بإنبهار وبإنبساط وبفرح وبتفاؤل وبأمل كبير أن تكون الأيام القادمة أفضل من الأيام التي ذهبت وهذا طموح مشروع أخي الكريم وهذا أمل مشروع عند كل العالم أن يتمنوا وأن يفرحوا وأن يتوقعوا توقعات تكون إيجابية أفضل من التوقعات أو من القضايا السلبية التي واجهتهم فأنا أقول لك لنبتعد عن الدين قليلا أخي الكريم إنها مناسبة اجتماعية يتوقف كل العالم قلب العالم يكون مشدود الآن إلى استقبال أيام جديدة وإلى استقبال سنة جديدة بكل خير وبكل تفاؤل أخي الكريم دكتور حسين أرجو أن تبقى معي أنت والدكتورة ثريا سنتوقف قليلا ثم نعود لنستكمل هذا الحوار أود أن أسأل عن دور وسائل الإعلام دورنا نحن هل نضخم هذه المناسبة ونجعل منها مناسبة استهلاكية بامتياز بعد قليل ترجمة نانسي قنقر